تتواصل الجهود لإنجاح استضافة مملكة البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 وفي هذا الإطار تتابع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية اتخاذ الترتيبات اللازمة ومن بينها الإدارة العامة للمرور والتي أعدت خطة مرورية متكاملة في هذا المجال ضمن استعداداتها لإنجاح فعاليات سباق الفورميلة ون شكلت الإدارة العامة للمرور فريق عمل لتقطية الحدث خلال أيامه الثلاثة وتزويدهم بجميع الأجهزة والمعدات إضافة إلى تخصيص مكتب لمباشرة الحوادث المرورية بمنطقة الحدث كما تم تشكيل فريق عمل بجسر الملك فهد لتسهيل إجراءات دخول السيارات والحافلات القادمة من أجل حضور السباق طبعاً السعادات المرورية بتكون قريبة لحلبة البحرين الدولية لسباق الفورميلة ون طبعاً خليج البحرين شارع خليج البحرين وشارع الزلاق وشارع خليفة بن سلمان طبعاً بيكون فيه تكثيف للدوريات الأمنية بيكون فيه نغاط فرز من تاشرة طبعاً النغاط الفرز هي اللي بيسهل عملية وصول الجمهور حق المواقف المخصصة وبالتالي الوصول إلى المدرج الأقرب لهم طبعاً بالفعل فيه مكتب خاص في مواقف عشرة لا قدر الله إذا صار حادث مروري المكتب موجود من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة مساءاً وذلك لتسهيل عملية مباشرة الحوادث وعدم منتمنى أن الشخص إذا صاد حادث يتجه خارج منطقة الحادث نحن ذي المكتب الغرض منه أنه مدفوط الفعالية حق جميع الجمهور المتواجدين في المكان ودعت الإدارة العامة للمرور إلى وضع الملصق الخاص بالمواقف في مكان بارز بالسيارة لتسهيل عملية الدخول للحلبة والتعاون مع رجال المرور المتواجدين في الموقع يفضل لصاق الملصق الخاص بالمواقف في الزجاج الأمامي في مكان واضح وذلك لتسهيل عملية المرشيل والنغاطة الموزعين على الأشارة خليج البحرين أتمنى من الأخوة الجمهور اللي بيحضرون الفعالية لالتزام بالنظمة الغواني المورية وعدم التجاوز الخاطئ والتزام بالمسار الصحيح أتمنى أنهم يتبعون الإرشادات اللي بتوجه لهم من رجال المرور ورجال الأمن ومن المرشيل نغاطة التفتيش طبعا أتمنى أنه بيحضرون يحضرون من وقت مبكر وعملت الإدارة العامة للمرور على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سياب الحركة المرورية وتغطية جميع شوارع البحرين من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد إلى موقع الحلبة مع ترتيب دوريات ثابتة ومتحركة وتكثيف التواجد المروري على الشوارع القريبة من الحلبة حتى يخرج هذا السباق الدولي بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مملكة البحرين